انبارح غرّد محمد صلاح وكتب انه هذه اللحظات هي دايماً لحظات عظيمة بالنسبة له انه صلاح يبقى في كمة الدوري وقال انه مش هينسى أبداً لحظة التسجيل في أنفلد ملعب ليفربول وكل الناس كل العالم تفسر هذه التغريدة بانها رسالة من محمد صلاح وكأنها رسالة وداع للجماهير حللت الأمر أنا من وجهة نظر مبارح ودلائل وبثوابق عملها محمد صلاح انه صلاح فقط يضغط على إدارة ليفربول لحسم الأمر لكنه حتى هذه اللحظة لم يرحل ولن يرحل عن الفريق أرني سلوت النهاردة المدير الفني ليفربول في المؤتمر الصحفي مع قبل مباراة بايل ليفركوزن في دورة أبطال أوروبا تحدث عن الأمر أيضا وتسأل في هذا الأمر وقال أنا مش بتابع التغريدات بتاعت محمد صلاح بس كل اللي أنا عارفه أن محمد صلاح يعيش حالة جيدة الآن في ليفربول وده اللي قدر أقوله حتى هذه اللحظة وقال إن كل واحد يفسر كلام صلاح زي ما هو عايز بس صلاح مبسوط حاليا في ليفربول هيحصل يبقى هل يستمر صلاح مع ليفربول؟ الله أعلم بتصوري إن صلاح عاشق الأرقام أكتر من عشقه للأموال يعني فيه لعيبة على مستوى العالم واكبر اللاعبين على مر التاريخ كانوا بيروحوا للأموال صلاح وأنا متأكد من المعلومة دي مليار في المية أنه بيعشق الأرقام القياسية يعشق الإنجازات فصلاح تحس أنه أرقامه ما خلصتش مع ليفربول هو أرقام بالجملة كثير من الجماهير العاشقة للليفربول والعاشقة للدولة الإنجليزية بيقولوا أنه صلاح هو أعظم لعب في تاريخ ليفربول وطبعا دي حقيقة بل أضيف شيء أنه صلاح واحد من أعظم خمس لعبين جنب في تاريخ إنجلترا عموما أو الدولة الإنجليزية بالأرقام والإنجازات مش فقط بالحب والرومانسية وأن احنا بنعشق محمد صلاح عشان هو ابن بلدنا لكن صلاح هو واحد من أهم اللعيبة اللي جاد في تاريخ الدولة الإنجليزية وبالتالي تصوري وتوقعي إن صلاح هيبقى على الأقل عام آخر مع ليفربول أيه الحكاية يا كريم؟ أيه معلوماتك في الحكاية دي أو تعرفي عنها؟ معلوماتي اللي احنا بنشوفه ومنتابعه في الصحف والمواقع الأجنبية صلاح عايز يجدد أكبر عدد ممكن من السنوات عايز يجدد تلات موسم مع تقدم العمر عندها الأوروبية تحديداً ما بيتحبش الكلام ده قوي تقولك إيه؟ استنى معايا سنة هجدد لك سنة السنة اللي بعدها أشوف إنت قادر ولا مش قادر السنة اللي بعدها أشوف إنت قادر ولا مش قادر لكن صلاح في نفس التوقيت ده هو عنده عروض بالفعل لمدة تلات موسم عنده عروض من باريس سان جرمان بالتأكيد 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 عنده عروض سعودية كثيرة تلات موسم وبالتالي هو حاطة ليفربولد تحت ضغط والضغط منطقي ليفربولد بيتحدث بأمور احترافية وتاريخ النادي واقتصادي النادي والأمور اللي هيدفعها النادي ماشي ده النادي ونادي كبير وعظيم في أوروبا بس في المقابل صلاح ده كتير جدا جدا ليفربول ده كتير جدا لليفربول عمل إنجازات تاريخية عمل إنجازات كياسية عمل أرقام وكسر أرقام بالجملة وبالتالي لأ ليفربول محتاج إنه يتعامل مع هذا الأمر بشكل أفضل وأسكى من كده ده تصوري وتوقعي هيحصل إيه الأيام اللي جاية؟ الله أعلم هل يستمر صلاح مع ليفربول؟ أحساسي آه نهارده كان فيه كلام كمان إن الهلال السعودي خلاص حط صلاح في أبلوياته للموسم الجديد اللي هيبدأ بعد نهاية الموسم الحالي وساعته الهلال هياخد محمد صلاح فري بالمناسبة محمد صلاح بعد شهرين بس بعد شهرين بس في شهر واحد قال لي من شهرين يحق له التوقيع لأي نادي في العالم بالمجان وينتقل له في نهاية الموسم بس يوقع لأي نادي بالمجان طيب ده يفرق فيه عند محمد صلاح ده يفرق كتير أوش ما أي نادي هياخد محمد صلاح بالمجان ده يفرق جدا في الراتب اللي هياخده محمد صلاح من النادي ده هياخده هياخد راتب كبير ليه؟ ما انت مشتريتنيش ما انت مدفعتش للنادي بتاع حاجة التوقيت نبريش فاجأ اقول لك والله عايز راتب 400 ألف سترليني عايز مليون سترليني في الساعة اخد بقى اللي انا عايزه عايز اخد اي رقم انا عايزه هياخده صلاح بس ده لو صلاح بيفكر في الأمور المالية بس انا بقول لك وقلت لك انا متأكد فيها بيها متأكد منها مليار في المية ان محمد صلاح ما يهموش أول أمور المالية يهمو التاريخ والأرقام هو عمل تاريخ وأرقام بالفعل بس عايز تاني انا اتصور محمد صلى الله عليه وسلم و هو بيفكر انا عايز تاني يديني أرقام تاني عايز اكثر أرقام كمان دلوقتي في الترتيب رقم 8 في الهدفين التاريخيين للدولة الإنجليزية لا انا عايز ابقى رقم 7 عايز ابقى رقم 6 5 4 عايز اوصل لرقم 1 انا عايز ابقى اهم لاعب في تاريخ الدولة الإنجليزية ده اللي يفكر فيه محمد صلى الله عليه وسلم